اشهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد بتحقيق فريق مملكة البحرين ميداليتين ذهبيتين وثلاث برونزيات بالإضافة إلى حصوله على المركز الثاني في بطولة العالم لفنون القتال المختلطة للهوات وبالميدالية الذهبية والبرونزية التي حققها أبناء المملكة في بطولة العالم لبناء الأجسام للماسترز في رومانيا منويا سموه بهذا الإنجاز الذي لقيت دعم من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للاعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة وقال سموه إن هذا النجاح يضاف إلى رصيد البحرين في الفعاليات الرياضية تنظيما وإنجازا مؤكدا سموه أن الدعم الذي يلقاه قطاع الشباب والرياضة من حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد عاهد البلاد المفدة حفظه الله قد حقق أثرا كبيرا في رفع مخرجاته وتحقيق نتائج مشرفة محليا ودوليا جاء ذلك لدى استقبال سموه في قصر رفاع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة حيث قدم سمو الشيخ ناصر بن حمد لسمو نائب جلالة الملك ولي العهد الفائزين في بطولة العالم لفنون القتال المختلطة للهوات وأبطال البحرين لبناء الأجسام وقد هنأهم سموه بما قدموه من أداء مميز وتنفسية عالية في بطولة العالم لفنون القتال المختلطة للهوات وفي بطولة العالم لبناء الأجسام للماسترز في رومانيا من جانبه أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن شكره وتقديره لصاحب السموه الملكي ولي العهد نائب القائد العلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على التشجيع والدعم لكافة الأنشطة الرياضية مشهيدا بجهود سموه الشيخ خالد بن حمد آل خليفة نائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة في متابعة بطولة العالم لفنون القتال المختلطة للهوات التي قدمت مستوى عاليا من التنظيم والإنجاز كما أشاد بجهود الاتحاد البحريني لرفع الأثقال في تحقيق النتيجة المشرفة في بطولة رومانيا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة